في الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء وتحديدا في مديرية خب والشعف وعلى جبال صبرين لا تكاد تهدأ المعارك حتى تشتعل مرة أخرى فعناصر ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع تستميت لإحراز أي تقدم نحو المواقع التي يسيطر عليها الجيش خصوصا وأن جبهة صبرين تعد من أهم الجبهات في محافظة الجوف وبحسب مراقبون فإنه وبتحرير صبرين سيتمكن الجيش من تحرير موقعي الخليفين والعقبة وبالتالي فك الحصار عن مديرية خب والشعف المحاصرة منذ ما يقارب العام ويزد من أهمية صبرين أنها واقعة على الخط الدولي الرابط بين اليمن والسعودية الذي يشهد مواجهات متقطعة تستخدم فيها الميليشيا الأسلحة المتوسطة والثقيلة وأمام إصرار الميليشيا على التقدم لا يكتفي الجيش بصدها فقط فبحسب مصادر عسكرية فإن لواء عسكري جديدا تابعا للمنطقة العسكرية السادسة وصل الجوف في إطار توسيع العمليات العسكرية